دعم وسخاء كويتية تقدمه دولة الكويت للشعب اليمني لكل القطاعات وتلبية لكل احتياجاته الأساسية والذي تجسد اليوم بتدشين مشروع الربط الكهربائي للأبارة في محافظة حضر موت لتخفيف من معاناة المواطنين الذين ظلوا في معاناة مستمرة للحصول على مياه صالحة للشرب سهلة المنال المزيد في سياق التقرير التالي في دعم قل ما نجد الأمثيل تقدم دولة الكويت كل ما لديها بتوجيه من حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح قائد العمل الإنساني لمد أياد الكويت البيضاء للشعب اليمني لتلبية كافة احتياجاته الأساسية وخصوصا في القطاع المائي الذي يعاني منه الشعب اليمني منذ زمن ناهيك عن صراع عسكرية لم يراعي الإنسانية في هذا البلد ها هي اليوم دولة الكويت وعبر حملة الكويت لجانبكم تقوم بتدشين مشروع ضخم في مدينة سيئون في حضر موت للربط الكهربائي لحقل مياه مديرية تريم في محافظة حضر موت بتكلفة بلغت نصف مليون دولار فضل الله سبحانه وتعالى تم اعتماد عشرة مشاريع للمياه وهذه المشاريع تمثل أولوية مليحة في تغذية وتحسين مصادر المياه في هذه المديريات العشر بمحافظة حضر موت وتشمل هذه المشاريع أعمال ربط كهربائي لحقول المياه لإيصال المياه وتحسين ضخها للمناطق السكنية مشروع الربط الكهربائي لأحد أكبر حقول المياه في محافظة حضر موت لم يكن هو الأول من نوعه بل ما قامت به دولة الكويت أكبر من ذلك من حفر للآبار واستكشافات جديدة لزيادة الانتاجية وتوريد أجهزة مختبرية لمؤسسة المياه المحلية وتوريد مضخات غاطصة للآبار مشروع الربط الكهربائي والذي تم تدشينه اليوم على امتداد أكثر من 2 كيلومتر يأتي للتخفيف من معاناة المواطنين والذين ظلوا لفترة طويلة يستجلبون المياه الصالحة للشرب يدويا نحن الآن نفذنا عدة مشاريع في مجال المياه أبرزها كان مشاريع محافظة حضر موت حيث تنوعات بين حفر آبار وتوريد معدات ومستلزمات لمختبرات مؤسسة العامة المياه وكذا الربط الكهربائي للحقول هذه التدخلات يستفيد منها قرابة ما يزيد عن 15 مديرية في محافظة حضر موت بتكلفة إجمالية نصف مليون دولار نشكر دولة الكويت على هذا الدعم السخي ونتمنى المزيد من العطاء تظل الكويت دولة العمل الإنساني في العالم في كل زمان فما إن ينتهي مشروع يلبي احتياجات الشعب اليمني حتى يبدأ مشروع آخر في محاولة منها للتخفيف عنهم ما استطاعت عدسة تلفزيون دولة الكويت الوصول إليه من مشاريع كبرى في اليمن يعد جزءا بسيطا ويسيرا تلك المشاريع التي جعلت من قلوب اليمنيين يكونون كل الحب لدولة لم يعرفوا سواها تمد يدها لهم في كل الظروف وتجسد أسمى معاني الإنسانية مروى النبيل لتلفزيون دولة الكويت عدن